الحكومة أصدرت مجموعة أو عدد من القرارات ليه بقى؟ علشان تسيطر على الموقف الوبائي بتاع الكورونا انتوا عارفين الكورونا ده كل 5-6 شهر وحطر خارج لنا بتحور جديد المتحور مش عارف ايه طبعا من ضمن الإجراءات المهمة جدا والقرارات المهمة جدا لاني خدتها الحكومة كان توفير الجرعة التنشطية من اللقاحات المختلفة بتاعة كورونا أظن عندنا الوقت يجي 5-6 لقاحات حاجة زي كده المعادة اللي احنا عارفينه انه ده بعد الثلاث شهور من موعد الجرعة التانية لناس أهلينا اللي أكبر من 65 سنة ومد مهلط التطعيم بيها لشهرين بعد إرسال الرسالة اللي بتجيلك على الموبايل ده فيه كمان ايه بقى؟ فيه تم توفير لو تفتكروا وإحنا عاديين مع دكتور حسيم هناهوك في الستوديو كان عدا نقلنا يا جماعة تم توفير الأدوية اللي هي زي ملونو بريفير ده موجود في الصيدليات بتاعة المستشفيات ويوفر تبقى لإيه؟ تبقى لقرار الطبيب المعالج يعني جوه المستشفى ده لأنا متذكره كويس هل حدث في ذلك أمر جديد؟ فهيبقى موجود جوه الصيدليات يذهب إليها الشخص يشتري ولا لأ؟ أنا بشعر طبعا فيه كمان اختبار rapid antigen بوده موجود في الصيدليات بس يعني موجود ومتوفر وأسعاره الحقيقة بدأت تهدى شوية خلونا نفهم المزيد من التفاصيل حول هذه القارات مع ضفنا العزيز عبر الهاتف دكتور حسام عبدالغفار متحدثا باسم وزارة الصحة أهلا 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 دكتور سيد يوسيف تحياتي لحضرتك فاندم ولمشاهدين حضرتك الكرام تحياتنا لك يا دكتور عايزين نفهم أكتر القارات الأخيرة من توفير الاختبارات ومن توفير أيضا العقارات والجرعات المنشطة طيب خلييني أقولها هيك سيد يوسيف بشكل واضح كيف تغيرت نظرة العالم والمؤسسات الصحية بناء على الخبرة الطويلة اللي بقى لنا سنتين بنتعامل فيها مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا إلى آلية التعامل أو طريقة التعامل مع الفيروس في بداية الجائحة كان العالم والمؤسسات الصحية تبحث عن الوصول إلى صفر إصابات واتقامت الدول بكثير من الإجراءات سواء كانت متعلقة بالعزل والمنع وحضر التجوال في بعض الدول والإغلاق في دول كثيرة عشان يصلوا إلى صفر إصابات النهاردة بعدما بقى عندنا معلومات أكثر بعدما بقى في دراسات أكثر تبين أن الهدف لم يعد هو الوصول إلى صفر إصابات ولكن أصبح الهدف هو أن لا يكون هناك مرض شديد وأن لا يكون هناك احتياج لدخول المستشفيات صح وأن لا يكون هناك أي زيادة في معدلات الوفيات صحيح طيب ده بيتم من خلال إيه؟ ده بيتم من خلال نشر الوعي من خلال زيادة معدلات التطعيم والتلقيح ما بين الفئات المستهدفة من السكان والمقيمين وبيتم من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والحقيقة مصر كانت من الدول السباقة في التوازن ما بين تحقيق الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها وفي نفس الوقت عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل قوي ومباشر على حياة المواطنين في بقية المجالات النهاردة إحنا بنتحرك على نفس الفكر وهو الفكر الذي توصل إليه العالم بعد سنتين إن إحنا إزاي نحاول نقلل من شدة الإصابة نقلل من احتياج بكل المستشفيات نقلل من معدلات الوفيات طيب لقينا إنه المرحلة العمرية فوق 65 سنة هي معرضة لإصابة شديدة أكثر من بقية المراحل العمرية اللي هي من سن 18 سنة فوق أو حتى من سن القفولة حتى هذا السن ووجد العالم ووجدنا معه أيضا من دراساتنا أن الجرعة التعزيزية المنشطة بتقلل من شدة المراضة بشكل كبير جدا وأن 99% من حالات الوفيات هي من الحالات غير المطعمة أو حتى وأن كلما كان في جرعة تعزيزية ده كان بيؤلل كتير جدا من معدلات الوفيات فكانت إجراء الذي اتخذته الدولة المطرية ممثلة في الحكومة ودارة الصحة بأنه خفضنا المدة البينية للجرعة التعزيزية ببدل ما كانت ست شهور في الفئات العمرية اللي فوق الأقل من 65 سنة قلنا إن فين 65 سنة هندي جرعة تعزيزية بعد ثلاث شهور بمجرد جرور ثلاث شهور لكامل التلقيح سواء كان التلقيح ده وجرعة واحدة زي الجونسون أو بجرعتين الثالثة هياخدها بعد ثلاث شهور بس ده كان الإجراء الأول الملاحظ كمان يا دكتور يعني أنا أقدر ألاحظ ده على الأقل في حدود الأصدقاء المعارف الزملاء ما فيش حد بيطلب اللقاح سواء إذا كان الأول أو الجرعة التعزيزية إلا وثاني يوم بيقوله تعالى الطعام بمنتهى السرعة لأنه الحقيقة إحنا اشتغلنا وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس على توفير كميات اللقاحات وأنواع اللقاحات التي تبقى المواطقة عليها في مصر ويمكن زي ما هيك عارف على الرغم من أنه أفريقيا تقارى نسبة توفر اللقاح فيها ضعيفة جدا وعلى الرغم من عدم عدالة توزيع اللقاحات إلا أن الدولة المصرية الحمد لله تمكنت بفضل التوجيه والمتابعة والجهد الذي بذلته لجنة إدارة الأزمة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعبوية الوزراء المعنيين من توفير كميات تكفي لشعبها والمقيمين على أرضها من اللقاحات من مختلف الأنواع الحمد لله مع سياسة التوسع في التلقيح وتسهيل إجراءات التلقيح مع التسجيل ده الحمد لله لنا سهولة وعسر في التلقيح عظيم طب بالنسبة للأدوية بقى دكتور حتى لما كنت منوارنا ومشرفنا داخل الستوديو قلت لنا أن الأدوية موجودة داخل المستشفيات هل أصبحت الآن الأدوية كمان متوفرة بالصيدليات العادية؟ طيب إحنا دايما بنقول أنه نحن نتحرك ونأخذ القرارات لمدررات مدررات منطقية جدا فالمدرر الذي قدمناه في أنها تكون داخل المستشفيات هي التأكد من أن الشخص اللي هياخد الدواء هو فعلا من الفئات اللي هتستفيد من الدواء وأن الناس ما تستخدمش الدواء وتخزنه أو تستخدم فيه أشخاص غير مناسب بيه طب كان الإجراء أنه ده هيتم من داخل المستشفيات عشان نضمد الإشراف الطبي ثم وجدنا أننا يمكن أن نحقق نفس الإشراف الطبي من خلال توثير الدواء في المستشفيات أو في الصيدليات التابعة للحكومة الصيدليات الشركة المصرية للأدوية نقدر نحقق الهدف وهو أن اللي ياخد الدواء يبقى فعلا هو من الفئات المستحقة للدواء وما يبقاش فيه تخزين وفي نفس الوقت ده هيسهل على الناس أكتر فيقدروا أنهم يصرفوا بهشدة معتمدة من صيدليات الحكومة عشان كده فتحنا المجال لأنه في النهاية كم القرارات لها أهدافها في النهاية لتحقيق المصلحة العامة وكلما تمكننا من تحقيق المصلحة العامة والتيسير على الناس كلما كان هذا من الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على مواطنها عظيم جدا 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 أنا أشكرك جدا دكتور حسام دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة دائما ما يعني نزعجه بالاتصال للاطلاع وللمعرفة ودائما نجد عنده الإجابات الشافية